اخبار اليوم وتنفذ باسمه وبعد الاطلاع على المواد 14 304 فقر 2 309 313 319 381 384 384 فقر 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 أولا وسانيا منذ ألف و17 و30 32 و40 ثانيا وسالسا و41 أولا 77 80 83 ألف على 1 85 فقر 1 85 ألف على ألف وبه 86 86 86 مقرر على واحد واثنين 86 مقرر ألف على واحد واثنين 86 مقرر جيم 86 مقرر دال من قانون العقوبات والمدة 2 فقرة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشقية لجمهورية مصر العربية حكمت المحكمة أولا حضوريا واحد بإجماع الآراء بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي واحمد محمد محمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا كما عما أسنى إلى كل منهم اتنين بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامي محمد محمد مرسي عيسى العياد محمد سعد توفيق كتتني عصام الدين محمد حسين العريان سعد عسمة محمد الحسيني حازم محمد فاروق عبدالخال منصور عصام أحمد محمود الحداد محي حامد محمد السيد أحمد أيمن علي سيد أحمد صفوة حمود أحجازي رمضان خالد سعد حسنين محمد جهاد عصام أحمد محمود الحداد عيد محمد إسماعيل ضحروق إبراهيم خليل محمد خليل الضراوي كمال السيد محمد سيد أحمد سامي أمين حسين السيد خليل أسامة محمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أشند إلى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة الطعطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسد إلى كل منهما ثانيا غيابيا غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنة وأحمد رجب رجب سليمان والحسن محمد خيرة الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال مشالي وأحمد محمد محمد الحكيم ورضى فهمي محمد خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين محمد محمود الأزاز وعماد الدين علي عطوى شاهين وإبراهيم فاروق محمد الزياد وإبراهيم فاروق محمد الزياد بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم سالسا بانقضاء الدعوة الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته إلى رحمة الله تعالى رابعا بمصادرة المضبوطات وبإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وفي الدعوة المدنية المرفوعة من دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير زيصفة وألزمتها بمصروفاتها ومئتي جنيه مقابل أتعاب المحمد رفعة الجلس رفعة الجلس مشاهدين الكرام نقلنا إلى حضراتكم لحظة